سألك السؤال صعب شوية لا الفضل بسألك عايف أنت بجاوب الأسئلة الصعبة دي وهحاول أسيقه بالصغر المناسبة يعني الأهلي على مستوى الشكل الفني مش بتكلم على مين أفضل ومين أسوأ على مستوى الشكل الفني أحسن مع مرسي الكولر ولا مع بيتسو موسيميني لا كولر طبع انت جوابت على طول لا كولر طبع كولر طبع طب إيه الفرق بين الأهلي مرسي كولر يعني الموسيمين هيبدل لهو المدرب واحد من أنجح مدربين الأهلي هنرجع لنفس النقطة تانية هنقول لك النجاح المدرب دي من نادي الأهلي إنما الراجل ده هقول لك على حاجة زي جريده مثلا ما جيني يميسك نادي الأهلي الراجل ده أنا كنت بس تمتع بكورة نادي الأهلي مع الراجل ده جريده ولا فيلار لا بس جريده بالأخص نادي الأهلي جريده ما كانش معه فرقة خلي بالك ما كانش معه فرقة وجاب بطولة ولعب كورة وده الأهم كنا بقالنا فترات الكرة دي غايب على نادي الأهلي لا الراجل اللي يعب كرة وعمل شكل النادي الأهلي بلعيبة يعني مش بقوة اللي موجودين في الفترة الحالية ولا اللي كانوا موجودين قابليه كمال طيب عاصم عايزة رجعتين ليه قلت مرس الكرة أو فترة الأهلي مع مرس الكرة الفنين اللي أفضل من الفترة بتاعت بيتسمو سمين الراجل اللي نجح جدا مع النادي الأهلي النادي الأهلي مختلف في كل حاجة أولاً بدنياً وقف على الرجلين بشكل كويس أوي والدليل النهاردة والفترات اللي فاتت وده فارق نادي الأهلي عن باقي الفرق اللي في الدوري خارجيان وداخليان كان بيلع في دورة أبطال أفريقيا لا فارق كتير الرجاء ده مش فرقة بطولة مباراة الزهاب من الديقة 60-65 نادي الأهلي بقى كده وهم كده نفس الحل النهاردة يبقى الراجل ده عنده ميزة وشغالة عليها بشكل كويس ونادي الأهلي استفاد بها بشكل كويس دفاعياً وتنظمياً انت شفت الفترة دي في أي فترات في نادي الأهلي كان النادي الأهلي بيمر بالفترات دي كنت ممكن تحصل مع موسماني في سنة خلل ما انت شعر إنما الراجل لا شغال بشكل كويس تلات خطوط قريبين جداً لبعض تنظمياً حاجة جميلة جداً الناس قريبة لبعض عارفين هم عايزين إيه فنياً بقى والأمتع والكورة لا نادي الأهلي النهاردة حتى في عز الضغط بيعرف يطلع بكورة بشكل كويس اه انت ملكش شكل في التلت اللجومي بس على الأهلي انت وصلت الثقة للعبة ان انت قادر تطلع بكورتك وده اللي كان بيحصل ده اللي كان بيحصل النهاردة في وسط اتنين ثلاثة لا نادي الأهلي كان على قد إمكانيات المباراة هو بيلعبها وعلى قد مكتول الوقت ما بيمره هو لك الوقت الصلحة نادي الأهلي اشتعال على دي بشكل كويس وما كانوش بيفقود القرى بسهولة لا يعني ممكن بعض اللعيبة بيعمل حاجة يعني مش المطلوبة يعني زي مسلا سي كرة كهربا بدل ماقف علها لا عايز يعملها لونج باس على طول في الجول قررها برستاو ممكن تبقى مطلوبة لو مش تلاقيها في الجول بس لا نادي الأهلي لا ممتعين وغايدين لبعض انا عايز دفلك حاجة كمان كنت مستمعين منك كمان نمارس الكرة على مستوى الأدايا الفردي اللاعبين طور كتير جدا يعني انتوا تخيل هاني دا اللي كان مطلوب يمشي وحسن شهد كان مطلوب يمشي وقرين فهد ما كانش بيعمل حاجة معروف كماني عد بقى كم دايين لا 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 تطور لعبة شغال بشكل كويس اه على مستوى الفردي لا 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 يطور المدرب مش غنانته يطور اللعيب لا ازاي اه يشتغل اه يشتغل اه يشتغل اه وده اللي بيحصل وما رونا اعطيها ده ده بتاع للتحد استحالة هو كوالتي وخامة كويسة طبعا تمام صح بس هو ده بتاع للتحد لا طبعا اكيد استحالة مختلف تماما صح حاجة نكهة تانية كده صح فلا فالراجل ده باين شغله وباين اداءه وتركيزه مع لعبته وقادر انه هقول لك اله حاجة هو الثقة اللي موصلة على لعبته هي اللي دي دي الامتع من هو واسك في اللعيبة ومدوم الثقة اطلع واشتغل براحتك والليعبة فعلا مش هيبة النهاردة لما اشتغل تحت ضغط جماهيري بالشكل ده ومباراة صعبة جدا اه لأ لعبت اكيد في الملعب محمد الخامس لعبت طبعا ملعب في المنتهى الصعوبة صعب جدا انا روحت اعادتك بكيف المدرجات خفت لأ فرقة الرجاء دي بالاخص جماعة يعني جماهرهم صعب جدا صعب جدا مش اي شغب ولا حاجة بس اللي اي تابعات والصوت العالي من قبل المباراة ما تبدأ مسلا بساعة ساعتين توم شغالين لحد المباراة ما بتنتهي صعب لا 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 جمهور مرعب وعليهم دبت رجلي في الارض نقول لك العاجة كل خوفي النهاردة مش من الفرقة والله قد ما كان خوفي من الجماهير وضغط الجماهير صعب ان في لعبة كتير ملعبتش في الضغط الجماهيري ده يعني ايس على زيك هتلاقي مرة وانا اعطيها ملعبش يعني عشان هتلاقي ناس كتير ما لقى حمدي فتحي برضو ما تعودش يعني حمدي لسه كان جاي وكان ما كانش في جماهير عندنا حتى لجوة ولا بره فالنهاردة اختبار حقيقي اللي لعبت نادي لالي ونجحوا في الاختبار